شكّل رحيل الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي يعني خسارة كبرى للشعب المغربي وللوطن بأكماله لأن الأمر يتعلق برجل دولة استطاع أن يجمع حوله تقدير كل الأطراف حتى الخصوم قبل الأصدقاء أثبت على أن المحامات هي أيضاً الدفاع عن حقوق الإنسان وأن العمل الحزبي ليس هو العمل العدواني بل هو العمل الذي يجمع مختلف الفئات الشعبية لما فيه خير المجتمع وفيه خير البلاد وأيضاً أعطى للسياسة بعدها النبيل من خلال تجربته الرائدة في قيادة حكومة التناوب التوافقي الذي تمكن من خلالها بأن يبرهن عن حرفية أهلته لأن يكون فعلاً في مستوى ثقة كل الأطراف بما في ذلك ثقة الملكية سواء من قبل المرحوم الحسن الثاني أو من قبل الملك محمد السادس الذي تابع وضعيته إلى غاية اختفائه علينا أن أخذ من حياتي هذا الرجل العظيم دروساً لعملنا السياسي والحزبي في هذه البلاد تغمده الله بوسع رحمته